يعاني القطاع الصناعي في العراق من تدهور كبير منذ الاحتلال الأمريكي في 2003 مع استمرار وتعمد واضح من قبل الحكومات المتعاقبة لإهمال هذا القطاع المهم والحيوي خدمة للأحزاب الفاسدة ومصالح الميليشيات المرتبطة باستمرار الاستيراد من دول بذاتها وتوسع عمليات الفساد فتح أبواب الاستيراد دون رقابة ورسوم جمركية يؤثر سلبا على الصناعات المحلية مع ما تعانيه من نقص حاد في تجهيز الكهرباء والمواد الأولية فضلا عن تعمل جهات سياسية في ضرب الصناعة المحلية بكل الوسائل لخدمة أجندات سياسية واقتصادية خارجية فيما أكد خبراء اقتصاد أن ملف إعادة الصناعة الوطنية هو ملف سياسي أكثر مما هو ملف اقتصادي لذا فإن مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي منخفضة جدا ولا تتجاوز أكثر من 6% كما أن معوقات كثيرة أخرى تحول دون تطوير هذا القطاع أولها الفساد والبيروقراطية وغياب المشاريع الاستراتيجية وغياب الإرادة الوطنية التي تقدم مصلحة البلاد على المصالح الحزبية والشخصية باحثون في الشأن الاقتصادي وصفوا ارتفاع معدلات نسب البطالة في العراق بالقنبلة الموقوتة فيما بيّنوا أن الاقتصاد الوطني خسر خبرات الشباب مرة وأضاع مشاريع مهمة مرة أخرى بتعطيل القطاع الصناعي اتحاد الصناعات العراقية قدّر نسبة المشاريع المتوقفة بـ 40 ألف مشروع رغم الوعود المتكررة من قبل الحكومات المتعاقبة بتنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية دون تحقيق تلك الوعود بينما يتضح على أرض الواقع أن أغلب قرارات ووعود الحكومة هي أعلامية أكثر مما هي حقيقية